توزير الداخلية والبلديات نهد المشنوق أننا على مفترق طرق خطر وحساس وقال كنا ومازلنا طلاب تسوية لكن نرفض أن نكون اسما حركيا للاستسلام أو الانتظار لكننا نرفض أن تكون تسوية اسما حركيا لأمرين الاستسلام أو الانتظار نحن لسنا تيارا مستسلما ولا تيار انتظار سياسي نحن تيار قرار بتمثيلكم بمحبتكم بقدرتكم بقوتكم وبالتأكيد ولا لحظة نحن نقبل أن نكون تيار استسلام سياسي ولا تيار انتظار سياسي كلام المشنوق جاء في خلال احتفال تكرمي لمفتي الجمهورية عبداللطيف دريان حيث وصف سرايا المقاومة بالاحتلال سرايا المقاومة جيش من خمسين ألف شو خير وجميل خمسين ألف وأنه في مهام داخلية لهذه السرايا طيب شو مهام الداخلية شو بتشتغل في تهديد داخلي وهذا التهديد الداخلي أنه مقاومة ورأسة وأنصارة مطلوبين في كل لبنان ومن كل الطواف كيف من كل الطواف؟ مين معكم لك؟ عن شو عم تشتغلوا كل سنين؟ يعني فعلا شغلة بحيرة كيف من كل الطواف؟ بعد ما قلت هذا الكلام بدي أقول أنه لا هاي ليس سرايا فتنة هذا الكلام بأكد أنه سرايا احتلال وقال المشنوق تربينا على مقاومة إسرائيل ولن نقبل بتحويل سرايا الفتنة إلى سرايا احتلال لبناني وسنقاومها بكل الوسائل السلمية والسياسية